في برنامج خاص بثه تلفزيون البحرين حول الانتهاكات القطرية بحق بحارة البحرين أكد سعادة النائب عمار البناء عضو مجلس النواب أن السلطات القطرية ارتكبت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من خلال استهداف بحارة البحرين واليوم احنا بعدما شهدنا العديد من الصيادين وملفات الصيادين التي أتت إلينا وتقدموا إلينا كممثلين للشعب عن مجمل الأضرار خلال العشر سنوات الماضية هناك من تعرض للقتل هناك من تعرض للإصابة بإطلاق النار هناك من خسر ضرادة هناك من تعمدت السلطات القطرية وخفر السواحل القطري بإغراق قواربهم والتي تأتي مصدر رزقهم الوحيد لا نتكلم عن انتهاكات في حقوق الإنسان بمجمل كبير نتكلم عن قيادتهم إلى السجون بدون محاكمة عرضهم على النيابة بعد سبوعين وثلاثة يحكم القاضي بعشرة أيام أو سبوعين تمدد بقرارات إدارية إلى شهر وشهرين وثلاثة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان في التعامل من خلال أيضا عدم عرضهم على الأطباء عدم عرضهم يعني هناك من أصحاب إخواننا البحارة التي تم إيقافهم في قطر كبار في السن يعانون من أمراض مزمنة يأخذون أدوية بشكل يومي عانوا الأمرين بأنهم لا يتم توفير الدواء لهم ولا يعرضون على الأطباء ترجمة نانسي قنقر